بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن وآله إخواننا الكرام المشاهدين أخواتنا الكريمات المشاهدات إن في وطن الطيب العزيز هذا أو حيثما تتابعوننا السلام عليكم ورحمة الله والبركات نسأل الله لنا ولكم ولأمتنا أطيب الأوقات وتفريج الكربات والنصر على هؤلاء المجرمين أعداء الأمة والدين نحن فيما أعتقد في مرحلة مفصلية تقتضينا وحدة كل بلد ووحدة البلاد معا وحدة الأمة جميعا لأن الغرب كله يدعم هذا الكيان السرطاني والشرق الشيوعي يدعم هذا الكيان السرطاني وبعض الأعراب يدعمون هذا الكيان السرطاني أن للأمة أن تتخذ موقفاً يرتضيه الله ثم ترتضيه الأمة ثم يرتضيه الحق والضمير أن يكون لنا موقف مشرف في الحياة يعني مش معقول يتطاولون على أقدس مقدساتنا بعد الحرمين ولا حركة ولا رد فعل رد فعل مناسب إنما إصدار بيان أي مواطن مقعد ورقه وقلم يكتب بيان وإني أشجب وأستنكر هذا الذي فعلوه في النزل صحيب عليكم والسلام عليكم إيش الكلام أنتم دول يا بوي يمكن أن ردكم بحجم المأساة التي ارتكبوها مش رد إنشائي على كل حال برنامجنا حافل والوقت ليس حافلا الوقت مقصوص فنحاول أن نضغط ما عندنا من النصوص عند كتابين أريد أن نعرث بهما لأهميتهما صغيران لكنهما كبيران هذا الكتاب الأول التسوية أي أرض أي سلام ونحاول أن نقرأ لكم بعض النصوص ونمعلم على صفحات مهمة مثل ما انتشاف عدد كبير من الأوراق معلم على الأماكن المهمة وهذا الكاتب هنا محمول عبد الفضيل ذاك عبد الفضيل هكذا اسمه وهذا كتاب للأستاذ الدكتور محسن صالح أوهام في العمل الفلسطيني 16 وهم أحاول أن أسردها عليكم سردا فالوقت لا يتسع أستاذ محسن صالح تخصص فلسطين وقضيتها وحقنا فيها وما شاء الله يعني له عشرات الكتب جلها أو كلها في القضية الفلسطينية والقدس بالذات له دراسات وأبحاث قيمة ونفيسة خلاصة لكننا نبدأ بخير الكلام كلام الإله العظيم سبحانه في سورة أهل عمران الزهراء سورة غزوة أحد التي أصبنا فيها بمصاب جلل سبعون من الشهداء وسبعون من الجرحة ألم شديد فنزلت السورة تنملم شعث النفوس وتجمع القلوب وتعيد بناء وهندسة الصف وترمم الخلل الذي حصل ذنها سورة جدت تعالج واقعا أليما مولانا حدثنا عنه لما قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف صبنا اللي أصابنا قل هو من عند أنفسكم الرسول العظيم قال لكم لتغادروش هذا الموقع قالوا غنائم غنائم طول عمر التاريخي الإسلامي موضوع الغنائم كان يعملنا نقطة ضعف يدخل منها الأعداء وثغرة تنفذ منها إلينا رماحهم وسهامهم وسيوفهم وتوقع فينا مقاتل وأحيانا تسلبنا النصر بعد أن كان في قبضة أيدينا الغنائم الغنائم يلا يا شباب ولكن الرسول قال لكم لا تنزلوا قالوا انتهت المأركة يا أخي مع أن النبي عليه كالصلاباتكم لا تتحركوا إلا بأمر مني مباشر دفعنا الثمن غاليا عشان نتعلم طاعة الله وطاعة رسول الله هل تتعلم الأمة من أباحت الخمر والربا وزون وشو دعو ما أنتم الفكرين أنه هذا الكلام بمر عند رب العالمين يعني بغير حساب حسابكم باطل نعود للآية الكريمة وهي قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيم سورة النساء أنا أسف سورة أل عمران لكن ما زالت سورة النساء تكمل حديث أل عمران يعني تداخلة الخطوط لا بأس لا بأس يعني سورة أل عمران والنساء تبعا في المصحف وتبعا في النزول تمام صيغة ولا تهنوا وردت ثلاث مرات في القرآن الكريم وكلها في سياق القتال والجهاد وهذه هي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرع نفس النسق فقد مس القوم قرع مثله إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه أهل عمران وثاني آياتنا هذه من سورة النساء ثم ثالثا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سورة محمد عليه أزكى الصلاوات أو القتال محمد عليه الصلاة والسلام أو القتال بهذا نحفظ شرفنا محمد والقتال القعدة مغرية الأعداء بالتمدد يا حجي ما فيه قعدة بويا شلون هو دايما جاهزيته مئة في المئة وإحنا لا جاهزيتنا دايما مئة في المئة ليه ليه ما تعلمناش 48 نكبة 50 نكبة 67 نكبة 73 نكبة ما تعدش مع أجبن شعب كيف ونحن أشجع من على سطح الأرض على كل حال الراغب صاحب يعني معجم اللغوي جميل بيقول في معنى وهنا الوهم ضعف إما من جهة الخلق أو الخلق إني وهنا العظم مني هذا من حيث الخلق الكبر والسن أضعف بنية وعظامي الخلق فلا تهنوا في ابتغاء القوم هذا ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تهنوا الثنتين فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم الفاء في سورة محمد عليه الصلاة والسلام الثلاث مرات النهي عن الوهن ذن الوهن عام نفسي وأخلاقي قالوا العدو خطير والعدو كبير والعدو ممدجج بأسلح متطورة جدا فوقع الوهن في القلوب لو ياش الأجل واحد إن بصاروخ عبر قارات وإن بطلقة من مسدس نمرة سبعة يعني من هاش المسألة التضخيمات هذه على كل حال أنا وذكر الآيات رحمه الله الراغب من أجمل القوميس ذلكم جاء بالآية الكريمة وأن الله موهن كيد الكافرين مضعف تخطيطهم مكرهم دهاءهم إلى آخر وها ووهن نفس المعنى الوهي الضعف فهي يومئذ واهي السماء وشقة السماء فهي يومئذ واهي يعني لن أمر على الظلال لأنه أحيلكم إليها لتقرؤوها لأنه برنامجنا مليان ما عندنا وقت للتفصيل طبعا كلام الظلال مهم جدا أقول من فضل الله تعالى يعني خطر لي في تعقيب على الآية أقول مهمة الدين في التعبئة المعنوية وسد ثغرات الوهن والضعف الدين يفجر طاقات الروح والعقل والإرادة والعزيمة ويشحذ ويشحن الهمم فلا تسقط في وهدة الاستيئاس ويكشف الدين ثغرات العدو فكل نقاط ضعف خصومنا من المجرمين كشفها القرآن وعرفنا بها وأسقط عنهم كل أقنعة الادعاء والزيف التي يتخفون وراءها ولذلك يستبعد العرب الدين من الحياة من هو العرب وين هذا وش صحيح المساجد من من يا حجين هو الدين بس في المسجد يا أبو يا يعني الدين حياة أخ العرب كل تفاصيل حياة ينبغي أن تكون منبثقة من الدين مبنية على الدين كل قانون من الدين بيسمحون ناش يا شيخ ومار إحنا دول المستقلة ليه مدام إذا نستأزن يبقى الاستقلال وهم ومش حقيقي خلينا موضوعنا خلينا موضوعنا ولذلك يستبعدون محدش مستبعد خلص هيستبعدناها والسلام شو نسوي محدش مستبعد محدش مستبعد بس مين يسدق يقول لك الاعتكاف ايه المساقد فنادق ولا ايه فنادق الاعتكاف مش من السنة تحكي مع مين يا المهم الدين الكفيل بالتعبئة المعنوية في صفوفنا وتعريت خصومنا وتجريدهم من كل عناصر ما لها تخفيهم إن هم كل ما بدواخلهم القرآن اطلعنا عليه حرصوهم على الدنيا جبنهم خوروهم عجزهم تشتتهم وإن بدوا للعين وحدة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بينهم من الأحقاد على بعض ما لا يوصف بوهموك إن هم كتلة وحدة لا لا والدعائهم وتطاولهم على الناس فيسعب عنهم غطاء التمسح بالدين والدعاء وعود الرب الرب أعطانا الأرض من الفرات إلى النيل حتى وين كنتم كفر قال نعم هل الشعب كافر مؤمن مص مؤمن ربش تعيس ملحد الرب أعطانا إياها يا السلام الرب لا يفعل هذا إنه بقول الأرض من الفرات إلى النيل ملكك يا إسرائيل بدون شرط ولا قيد هذا مش كلام الرب هذا هذا كلام أوانطا وضعتموه بأيديكم وقلت قال الرب وما قاله الرب سبحانه تعالى الرب على أن يعطي شعب لأنه شعب اسمه كيت الأرض من إله وإنت كلكم يعني في العالم أقل من سكان القاهرة كيف يعطيكم من الفرات العظيم إلى النيل كيف يعني وشعوب المنطقة بدوها بالمرة عشان تقعدوا على تاليها الرب يقول هذا كذبتم على الرب شفت أخواني مين بيعري زيفهم من الدين فهم ليش يستبعد الدين مش مستبعد يا شيخ تمصر عن المستبعد يا سيدي يا رب اللهم اجعله غير مستبعد هذا أقصى ما نتمنى تبارك أنه احنا فرحانين أنه الدين مستبعد يعني الله يهديك الله يهديك إذن يجعلهم مكشوفين في العراء مجردين من كل عناصر للدعاء بالتفوق الديني أو التاريخي أو الثقافي ده بعدكم بالدهاء نعم بالمكر والخديعة والكذب نعم بشراء الذمم وبالمان نعم نعم لكن بالشجاعة لا بالصبر ولا باليقين ولا لا يعرفون الله أصلا وتفنيد كل دعوة يدعونها من مثل قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه يا السلام على إيه على إيه بتقولوا إحنا اللي اخترنا الرب يعني إحنا اللي استغفروا الله العظيم أخ بل أنتم بشر ممن خلق بشر ومن أقل الناس كمان ويكشفوا ادعاءهم على الله والرسل ويفندها مولانا في القرآن هذه مهمة الدين إذن كلمات معدودة رسمة منهج ولا تهنوا الآن إذا أصبنا بجراح هم كمان أصيبوا بجراح وقع منا قتلى وقع منهم قتلى يعني أصاب الأطفال الرعب والخوف عندنا وعندهم يعني إن تكونوا مختصر القول تألمون فإنهم يألمون كما تألم والفرق أنه نحن قتيلنا يستشهد يرجو جنة ونعيما ينقل ترانزيت إلى الجنان والفراديس قتلاهم في النار مجاحنا لبنؤول هذا كلام رب العالمين ورسوله الأمين الإقبال على الدين يزداد في ظل اجتداد الحملة على الدين عالميا إسرائيليا وعربيا مسعوها وعربيا يا حجي لأنه المعلم برا بدي أوامر ناو ريليج ناو بدناش الدين إحنا سيكولار سيكولاريزم لا ديني كل واحده على دينه مهم لتعلم الدنيا أن هذا الدين الحق وأن المستقبل لهذا الدين وأمة هذا الدين رسالة إلى الأسرى الإخوة الكرام الأسرى والأخوات الكريمات الأسيرات والإخوة والأخوات أهل الأسرى والأسيرات السلام عليكم جميعا ورحمة الله والبركات أسأله مولانا القدير الخبير الكبير العظيم أن يجعل لكم فرجا قريبا ومخرجا يا إله الكون يا رب العالمين آمين وبعد فإن العدو المجرم الذي يصادر حريتكم ويعتقلكم يمارس عليكم أفانين الحرب النفسية ويراهن على توهين قواكم وخسئ وخاب الظنونه لأن المؤمن يستمد قوته لا من الظروف لأن أمريكا بتدعمنا وبريطانيا بتدعمنا هذا الصهاينة نحن نستمد قوتنا من الله معنوياتنا من قرآن الله من كلام الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما معنوياتنا نستمد من خالق الأكوان ومصرف الصروف والظروف سبحانه وقد سد كل شقوق الضعف والوهن والوهي والانهيار وتترس المؤمن بحصن الإيمان وأن الله لا يدعو المؤمنين من نصرته وتأييده سبحانه ولكنه يمتحنهم كما يدخل الحديد النار ليزداد صلابة معروف حديد مندخل النار ثم نخرجه نغمس في الماء سخونة برودة ثاني فيصبح فولاذ بهذا العملية أقوى وأمتن وأمضى إلى آخره وبالطرق يصبح حادا شفرا إذن يمتحننا مولانا لنزداد صلابة لا لنضعف معاذ الله والدنيا كما علمنا ديننا ونبينا العظيم عليه الصلوات والتسليم هي سجن المؤمن وعظمة الإيمان أنه يحول المحن إلى منا والشدائد إلى فرص للصهر والصقل والصياغة والتمتين والتمكين واعلموا أن معية الله ولطفه سبحانه يواكبكم ويرعاكم إن الله معنا وكيف لا وأنتم إن شاء الله أحبابه ومقربوه بذلتم شبابكم لماذا لدينكم لوجه ربكم ولن يتخلى عنكم بل هو معكم يؤنسكم يشد من أجركم ومعنوياتكم يقويكم يشد كل ثغرة عنكم مولانا يرعاكم ولكن لم نخرج تخرجون إن شاء الله الله موجود وأنتم على الخلق الذي يحبه الله أعني الصبر فقد قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ نَمْتَحِنْكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ هذا امتحان وبدنا ننجح في الامتحان مش أنا لبحط السؤال أنا عبد بجيني السؤال من مولاه واحد بالمرض ذاك تنجح واحد بالسجن واحد بالفقر واحد يفقد الأولاد مثلا يعني كل واحد امتحانه شكل بيمتحن مولانا بما يشاء ولازم ننجح إن شاء الله وأثنى مولانا على الصابرين والصابرات فصبرا ففجركم بإذن الله قريب صبرتم طويلا وما بقي بإذن الله إلا القليل فاقتلاع هذا السرطان الخبيث أملنا بالله أنه بات قريبا وشيكا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله خطيب الأقصى يدعو حكام العرب لاتخاذ موقف مما يفعله الصهاين بالمجد الأقصى أسمعت يا خطيب الأقصى بارك الله بك الحقيقة بدأ الشيخ الله يكرمه صبر يكرم كان فاتح جبه لوعده مع المرض والضعف والسن فاتح جبه خطيب الأقصى وقد رأى العالم كله حجم التخريب الذي حل بالأقصى المجرمون مسك نوافذ الصخرة نافذة النافذة هش موها هذا من سالبتموه أوه أربس يا عرب ما شاء الله عنكم تحفى عقول نيرة دكاء خارق السلام والله سالمته وكسبنا إيش محصنة خلصني ما حد سامعك هل يعقل أن نظل في العجز إلى يوم القيامة وما سر وما تفسير هذا العجز ليش إحنا عجزة ليش قال قدرنا يا شيخ لا هذا كذب على الله الهتاف لفلسطين في الشمال الإفريقي تونس والجزائر والمغرب أحدثكم عن عن خبرة يعني خبرت هؤلاء فحبه فلسطين زرعه هذا الدين فيه قلوبه وكل المسلمين يعني الشاب الغزاوي اللي لما علمت وانسة بالحج بالعمرة بالحج أنه من من غزة قال لهم فلسطين قال له غزة قال له غزة هجموا عليه يقبلون يديه يا الله يا الله شفتوا حب فلسطين كم في قلوب المسلمين يا 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 من يا من يريد أن أسمع أحد عاوز أسمعك شكرا إسرائيل تشكر عباس على الجهود الجبارة مش أنا اللي بقول أصحابك اللي بقوله في حفظ أمن إسرائيل هم اللي بقوله ما تقوليش الكلام دي منين من عندهم قد ينكرون أعني جماعة عباس لا كذب يا حبي تعيني الواقع أبلغ شاهد والاختراق واصل للعظم وإذا كانت دول بحجم مصر والسودان تتودد لإسرائيل أفلا تتودد سلطة بلا سلطة يحل عنها ما الموقف الذي يجب أن يفعله العرب هل هذا الذي فعله كاف كاف يعني له شو اللي فعلوه طلعوا بيان لك مو ليل فاكر البيان سهل ما شاء الله ما هو أي طالب إعدادي عطيه رقو قلم وقعده على جنب الشارب وكتب لك بيان هذا بيان مني أنا طالبي إعدادية أثارت إعدادي أستنكر وأستهجن وأستبعد العمل اللي إنساني في الأقصى والسلام عليكم إلى دول بنفس مستوى طالب إعدادية فرحتنا والله هل هذا الأداء المتواضع مرض بل مرض مش مرض هل تقتنع الشعوب بردة الفعل الباردة تجاه العدوان الوحشي والهمجي على المسجد الأقصى وعلى المصلين في المسجد الأقصى والحرائر تنزت زت مثل ما تنزت النوا أخواتكم بناتكم أمهاتكم أليست الردود الباردة تشجع هذه الفئة الضالة الشاردة على مزيد من التطاول والتعدي والتحدي والأذى والتجاوز على المواطنين بلى بلى بصنفيهم مسلمين ومسيحيين فالعدو لم يوفر أحدا لن راحل كارسة القيامة عطلهم ولن راحل المسجد الأقصى عطلهم آذاهم وآذاهم ضرب هنا وضرب هنا قال لك أنا من ديش تفريق أنا شراني على الجميع وين الدول الإيطالية فرنسا بريطانيا أمريكا توقف مع النصارى والمسلمون يوقفون مع الكل على كل حالة فهو لم يعني لم يعفى أحد من شرور إسرائيل أوروبا أمريكا المسيحياتان ولا تعليق ليه يا أمريكا ليه قال إسرائيل طفلي المدلة اللي يعدمك الطفل إن شاء الله ويعدمنا أمه أم إن ما فعلته الأنظمة هو رد العقلاني ولا تصعيدي يا السلام طالما أنه لا إمكانات عندنا للخطوة التالية شيخ بدنا نعليق حرب بد يكون عندنا عليق بعد الحرب شيخ الحرب مش لعبة الله يفتح عليكم قالها الحين فهمنا طيب إحنا صار عمر دوالنا ميت سنة ليش معنا تكون مش إمكانيات قال شيخ إحنا فقراء فقراء ولا حاجة تانية خالص هذا السؤال بحد ذاته يثير سؤالا لماذا ليس عندنا القدرة على الرد حتى الآن القلة وقت ثلاثة باع قرن أظن كافي أليست كافي للإعداد لمن توفرت له الإرادة ومن قال إنه تنقصنا الموارد تنقصنا الإرادة وش الموارد ولو فتحتم باعت باب التطوع لجاءكم الذهب والفضة والله النساء لتجود بمصاغها بحليها شلح الحالك من دانا في سبيل الجهاد بس جربوا يا أخي شعوبكم أعظم مما تظنون بها تظنونها شعوب همال لا شعوبكم تجدونها عند الشدائد بس تضلوا إن الغائب عن معادلة الصراع أن العدو المجرم يملك إرادة الصراع والقتال والتوسع والاحتلال ونحن نسمع ونطيع لتوجهات العمسام والخال وهذا هو سبب فساد الحال في الوصلة الثانية والأخيرة نحاول أن نعرض الكتابين وبعض القضايا شعر محشور في قفص ننقدر نغطي شيء على كل حال في الوصلة الثانية نكمل الحديث كونوا معنا يولا عجل ترجمة نانسي قنقر اخواننا مشاهدين اخواتنا مشاهداتنا حياكم الله مرحبا بكم في الوصلة الثانية والأخيرة مثل ما قلنا من لقائنا لهذا اليوم لا ننسى أن نحن في زبدة شهر رمضان الأيام الخواتيم والأمور بخواتيمها أسأل الله أن نرزق وإياكم الاجتهاد في أيام الخواتيم حتى العيد إن شاء الله ونرفع لربنا أقصى ما نستطيع من جهد وإقبال وتضحية وبذل إن شاء الله هذا الكتاب صغير الحجم كما ترى محمود عبد الفضيل اللي هو التسوية أي أرض وأي سلام إحنا دخلنا صفقة الأرض مقابل السلام peace for land oh yes fine كذبوا علينا من أمه أمه الأرض مقابل السلام طبعا عملنا سلام مع إسرائيل وإن أرض اللي حصلناها قال يا شيخ مش قامت دولة للفلسطينيين إنت أعمى ولا ولا لا الحمد ولا شايف ولا دولة ولا سلطة ولا شيء لا ترحكوا علينا لك عجي مش هبين إحنا عمو هي عجي لا تستهبلونا سلطة إيه ونيلت إيه وبعدين أرض فلسطيني كانت لحمة واحدة قطعوها بعد ما اعترفنا بهم ولهم صفقة خائبة سمع الرمز بوقعناش صفقة يا سيدي هنقله الأشخاص إلى متى غلط عرفات يا أخي مش إله عرفات مش نبي عرفات أخطأ مش خائن أخطأ لا ما أخطأش وهنا مصيبة نهائي لن نتعلم طالما نحن نقدس الأشخاص عباس فوق كل مستوى الناس لأ 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 تقنتوها بشر مثلكم يخطئ كمان أخطئ بخربط كمان وخربط يعني كلام جميل اسمع بعض العينة إن السياسة التفاوضية الإسراء تقوم على أكبر قدر من الابتزاز شو بتك تعطيني خبيبي شو بتك تعطيني قلنا له بنعطيك الحب كله وبنعطيك لأولادكم ونسلكم القادم هيتوقيع هادي ملك لكم اليوم القيامة شلت الأياد اللي تقبل أن تتنازل شلت مين ما كانت أخوان وهذا قدر تحقيق أكبر قدر من المكاسب من الخصم عنده خطة عنده استراتيجية عنده برنامج حنا ما أديني شي بروحنا نضحك للقمر صورني يا قداء كيف الله الصورة فوتوجينيك اوه ياس ما شاء الله أنا تحفاه منوري شاشة كنت الله بيذكروا أنا كنت منور قلنا له كاميرات العالم كلها نقلت صورك بس ايه تاكل صابعك وراهي وراهي رحنا في داهي أخ تقديم حد أدنى من التنازلات هما بالنسبة لهم إنه أسلوب لا يقوم على مقايضة الأرض مقابل السلام بل يسعى لتحقيق الأمن والتطبيع بالمفهوم الإسرائيلي مقابل الأرض الممزقة قطعة هنا وطيق جاء السور الجهنمي هذا قطع فلسطين عن بعضها وزرعوا ما تبقى مستوطنات ولاحظوا أننا كنا تركين الجبال اللي فيها الهوى النقي جوهما فورا استلموا الجبال عشان يكونوا رصاصهم علينا مثل المطر ليش ما كنا سكنين الجبال ليش هوى نقيو إطلال حلوى ليش قال إحنا بنحب السهل 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 يعني الله بيحبنا السهل يا سيدي مهما كان الأمر ما كانت الظروف المتردية لوضاع العربية في لحظة تاريخية فإن الأمر المؤكد أن سلام الضعفاء إذا قبله العرب لن يكون أبدا سلاما شاملا أو دائما لأن السلام الذي يكون شاملا ودائما هو السلام الذي يقوم على العدل والتكافؤ وتبادل التنازلات مو من طرف واحد يا أمة العرب أما غير ذلك فلا سلام ولا كلام معلم على كثير كله خطير والله إخواني بدنا نقرأ إخواني معركتنا الثقافية والفكرية والعقائدية والإعلامية مش أقل من معركتنا العسكرية بدنا نقرأ والله من فضل الله جلسة ساعة ساعتين وهذا الكتاب نفس جلسة واحدة ما بقمش حتى ينتهي الكتاب يعني أقرأ عليك يعني بعض العنوين يقول في تعريف الكتاب أدبيات ومفاهيم منتشرة في الساعة الفلسطينية تروج لرؤى وتصورات يبدو تبنيها ضربا من الأوهام يعني ما تراهو السلطة المحماس ماشي بطريق مسدود 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 الشرعية الدولية الشرعية الدولية اللي هي خلقة إسرائيل في قلبنا أمم المتحدة لا كانت اثنين إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال مسار حل الدوشيتين ها ها فيش دولتين أمو واحدة والباقي مش شايفينه الوهم الثالث حل الدولة الواحدة طرحة فتح الدولة الواحدة قلنا وليفتح فاهمونا يعني إسرائيل وانتوا جواها في بطن الغول مثلا مين أشعر نفهم على بعض قال دولة الواحدة فماذا من تعاوز هذه الميوعة مش لصالحنا حدد الوهم الرابع الجمع بين السلطة ببنيتها الحالية وبين المقاومة المسلحة لا السلطة ضد المقاومة عباس قال أنا بالعربي أنا عمري ما مشكت مسدس ولا أدخل غزة وفيها قطع السلاح واحدة تسلم لي يا أباس خلص الوهم الخامس صناعة قرار فلسطيني مستقل تحت الاحتلال أنت تحت الاحتلال ستة قيادة المشروع الوطني بقيادة متنازلة عن الوطن يعني من وقع بالتنازل عن الوطن لا يقود حملة تحرير الوطن انتهى البساطة تعني مين كله كله فماذا من تعاوز الوهم السابع قيادة المشروع الوطني بقيادة لا تحترم العمل المؤسسي أنا أنا اللي بقول أنا لما قال عباس أنا متنازل عن صفد حر أنت بتمنش عن الشعب الفلسطيني لن نتنازل عن شبر ايه ما فيش مؤسسات منظمة تحرير فرطوها واللي بتصرف الآن عباس بشيل هذا بحط هذا بقدم هذا بحل الوزارة بعين مجلس يعني وان منش اوه مثل باقي العالم العربي يعني كلنا في الطين زي بعض ايه الوهم الثامن تمظهرات الدولة قبل نجاح الثورة أمو لن تقوم الدولة إلا إذا نجحت الثورة الوهم التاسع اصلاح البيت الفلسطيني دون قيادة انتقالية يعني القيادة الموجودة لن تصلح حال البيت الفلسطيني من جاء من خلال أوسلو لن يكون مصلحا الوهم العاشر مصطلح طرفي لانقسام غزة انفصلت عن الوطن الأم من يحلين فصلت كان الآن زمانها مرتع للموساد ومرتع للعملاء وخمارات ومخدرات لكن الآن غزة بتخرج حفاظ وحافظات مساجد عامرة زمان المخدرات انتهى مناش اوسع الكلام عندنا ما يكفي حلقة كاملة عما كان يجري من مخازي ومن مهازل خلينا ساكتين الوهم الحادي عشر تحرير فلسطين دون مقاومة مسلحة لا للمقاومة احنا عن طريق التفاوض والتفاوض ثم التفاوض سنحصل حقنا في المشمش الوهم الثاني عشر تأخر الاسلاميين عن المشاركة في المقاومة المسلحة كذب عزي دين القسام تجاه اسلامي الحسيني تجاه اسلامي والبنة لما رجى جامعة الدول العبرية العربية طيب يا سيدي تعصبوش عننا قلهم بدي أبعث خمستاشر ألف مقاتل نعم يا خوية بتقول ايه خمستاشر ألف مقاتل يقاتلوا في فلسطين لأ ليش لأ قال احنا الدول العربية بنعمل يا حلوتك سلم سلمتوها سلمتوها لكن لو دخلوا خمستاشر والله ما سقطت فلسطين لا والله فرق بين اللي بالأوامر أوقف أوقف هدنة انسحب دول ما بنسحب إلا شهيدا وقتل الرجل الذي بعث صار يبعث المجاهدين سياح إلى لبنان ويتسربوا من جنوب لبنان إلى شمال فلسطين ويقاتلوا واستشهد منهم قسم وأحمد عبد العزيز معروف أحمد عبد العزيز كان على وشك أن يسقط القدس الجيش المصري قال له أحمد عاوزينك ضروري اجتماع مع القيادة عندنا هنا أحمد عندنا الغفلة ركب الجيب بتاعه ورايح على الجيش المصري اجتماع مع القيادات اللي وفلان واللي مش عارض إيه واللي الترتان وعلى الخلاصة عباب المعسكر صليا قالوا فكرناه يهودي يا ولد والله إنكم تعلمون أنه أحمد عبد العزيز قائد بسوأ ألف رجل يا أم الخيانة نخرة عظامنا نخر أنا بحكي لك القشرة بحكي لك واحد من عشر تلاف أخ لون طلع اليوانة بلاوي بلاوي اختحرير فلسطين من داخلها عمونت أمام قوة عظمة تدعمها أعظم قوة في التاريخ أمريكا لا كانت إن شاء الله أمريكا إذن لابد أن يكون هناك ما طرحوا في الوهم الخامس عشر لابد أن يكون مش وهم علاج الوهم نتحرفها دون مشروع نهضوي مستحيل إذن لابد من مشروع تنهض به الأمة كلها وتنتخلص من الفردية الوان ما نشو هذه أنا اللي بابا أنا اللي بابا وين مؤسسات حجي فيش أنا اللي فيش عباقرة اليوم أعظم الرجال والأعظم القادة وأعظم الزعماء محمد صلى الله على محمد أشيروا علي أيها الناس يا رسول الله نقابلهم كان مقتنع بخطة وكان خلاص نقابلهم نزولا على الرأي أعظم الرجال أعظم القادة هل أنتم أعظم يعني الوهم السادس عشر تحرير فلسطين بعيدا عن الإسلام مستحيل طبعا مستحيل طبعا هذا تعريف سريع ما الموقف الذي كان يجب أن يقفه العرب هذا البيام للإنشاء الباهث لا يجوز أن تكتفي به أو تكتفي به الدول أو تقتنع به الشعوب فقد جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدى ولئن سكتنا ليغرينهم سكوتنا بما هو أدهى وأمر وأنكى وأشر كانت هناك بدائل أن يصدر بيان موحد من جامعة الدول ما غيرها وزعماء الدول مو وزير خارجي يطلع بيان محترامنا طبعا ليه ما هو الزعماء اللي يحجون مو موظف لا مؤتمر قمة بعد تهديد الأقصى ما يحتاج مؤتمر قمة كنت يجتمعنا أنا أتفهي المسائل فيش عندنا تفاهز احفظ لسانك او ياس ام سوري ايه أن يصدر بيان موحد من جامعة دول ما غيرها وزعماء الدول قوي اللهجة قابل للتحول إلى عمل وبرنامج فعلي تنفيذي مش كلام إنشاء لا برنامج عمل فإلى ما تتظل إسرائيل تعربد وتحميها أمريكا ونحن نصم بكم وكلنا في ذنب في ذنبة أمريكا يعني شو المشكلة ملسقين بيها أمريكا أمنا أمريكا خالتنا أمريكا عمتنا أمريكا ستنا يا حلوتك أنا اللي أعطيت إسرائيل القدس أنا أنا ترامد وأنا اللي أعطيتهم الجنان يعني كان الجنان ملايش صاحب والقدس ملايش صاحب وين الرجال وين الأمم وين القادة وينكم أنا اللي أعطيتهم وازدادت علاقتنا وثاقة كوشنر ولد بيستخبيروا الزعماء هلا هلا حبيبي كوشنر الله يكشي هلا كوشنيد كوشنر كوشنر لا حيلة لنا ولا سبيل ولا مخرج ولا خطوة عملية أما لهذا الليل والعجز من آخر أما لهذه الفرقة والتشضي والتشردم والتشتت من نهاية ومن حد أن أظل نكتوي بهذه النار ولا ثأر ولا فعل ولا رد فعل يتناسب مع حجم الجريمة أليس بالإمكان وقف التبادل التجاري والديبلوماسي مع المحتل إسحبوا السفرات السفراء والسفرات من هو ويش يعني من هو ويش اعتراف بس مجانا for nothing واللي انقتل عندنا من ها خلاص ها ألا تستطيعون لا أقول دعم غزة بلاش بل نقول فقط ارفع الحصار الذي يخدم إسرائيل ارفعه غزة هل هذه معجزة يا مصر يا أم الحصار متين يوم كف شرك ارفع حصارك تعاملوا للغزاوي كأنه إبليس أفعى داخل على مصر بتقزز وقرف وسيقة طبعا ما انتم مصدرينها انتم وسيقة مصرية برميها وسيقة ما منكم شف تجاهل يعني كأنه أول مرة بشوفها هل هذا خرق من القانون الدولي هل هذا إعلان حرب على إسرائيل وأمريكا هل هذا حجم من الإجراءات كبير وثقيل وفيه مخاطر أي لا ما الموقف الذي كان يجب أن يقفه العرب ألا نستطيع فصل كهربائنا عن إسرائيل مش عاوزين منهم كهرباء وما انتم بتعملوا ايه دول بعد مئة سنة عمر دولنا مئة سنة ما تكون مش استقلال الكهربائي ولا استقلال مائي نيل على عيشتنا طب ليه قالي نصيبنا يا شيخ الله أفهمتمونا وأقنعتمونا مدام نصيبنا خلص نأخذها بالثمن وهي مياهنا المسروقة ومن كهربتنا المسروقة من غازنا المسروق مصر تبرعت لإسرائيل بحق الغاز هدية مني أنا أنا السيسي أنا السيسي أفعل ما أريد أتبرع ما بما أريد لمن أريد أنا وحيد القر وحيد المهم أمام من بداية عن كل هذه الارتباطات والشربكات حلونا بداش نرتبط بهالمجرمين تفهم سياسة شيء قلنا لا والله أنا لخميدس حاشاكم وعافاكم لخما لا بفهم سياسة ولا بفهم غيره الحمد لله وأهم من كل هذا أن نغير ثقافة السائدة غرافة ثقافة السلام والاستسلام وتسعير الشهوات من خلال المسلسلات والأفلام والكتب التافية والقصص الماجن كل هذه مؤشرات على نية التغيير نحو الأعسن إذا أوقفتموها وهذا ما تخشاه دولة النفي نفي الأشكال ودولة البغي ودولة الإجرام ودولة تصفية الحقوق إلى آخر إذا فعلتم هذا والله أكثر من كل أسلحتكم وقف المجون أي مجون وين هذا أفلام التعري ولواش لواش آخ ثم لما لا تشكلوا قوة عسكرية مشتركة بقيادة مؤحدة يعين عليها أو لها قائد كفء مشهود له بكل الصفات كفاءة وولاء ونقاء مش مرتبط من تحت الطاولة بالخيوط الدولية لا وطني شلون مشهور حديث الجازي كل الأردن يحبه ويقدره ومثله كثير عبدالله التل مصف التل مش عسكري لكن 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 من لا يحبه في الأردن كل من ليه وطني عملي ما لا عايش على مستوى عادي ومات ما ديون بست ليرات لدكان في صوالها اللي مش عارف يعرف ما قيمة بقاء سلطة فلسطينية لا هي دولة ولا هي سيادة ولا لها سيادة ولا لها أرض ولا اقتصاد فقط ألقاب توزع معاليك دولتك فخامتك سعادتك عطوفتك ألقاب مملكة في غير موضعها كل هر يحكي انتفاخا صولة الأسد آه آه وفساد مستشر وخدمة لإسرائيل كمغفر شرطة التنسيق الأمني مكدس مقدس يا شيخ ما نفله مكدس ليش مقدس يا عم عباس ليش ليش معنو حب من طرف واحد يعني بعذبه الشاب لما يعصر المعلومات بسلموها لإسرائيل تفضل سيدي كيف ني معاك قال له نطباد بس نطباد سمع مرة فري قود وقل له لا احنا مش فيها احنا عمو بنعصر اللي بشير معنا عصير وبعدين بنرميه من الشباك مستاهل فلم نحصل على شيء من اوسلو او هام اوسلو وما بننا علىها لم نحصل لم نحصل الا على السراب يحسبه الضمان والوهمان ما اه حتى اذا جاءه لا يجد شيئا اما اه ان تنتهي لعبة الخداع لماذا لا يدعم العرب في العرب العربة في فلسطين يعني العرب اللي خارج فلسطين يدعم عرب فلسطين كما يدعم من الغرب اوكرانيا ولك تعلموا لك شوفوا العالم كم اشتغلوا ارقى ما في امريكا من التكنولوجيا دايريكتلي على اوكرانيا استينجر وغيروا من الصواريخ اسموا ايش هذا مالبن ولا ايه المهم واعطوهم صاروخ اللي اعظم طراد في روسيا شطبو غرق كيف تكلف مليارات اوكرانيا هيصرها شهرين بتقاتل يا امت العرب لو دعمتوا غزة بس بلاش نقول فلسطين كلها اقول لك تدعموش بس غضو الطرف لا ليه سقطوا البشير لانه خائن لا كان يسمح بمرور بعض الاشياء ليه مصر بتسكر حدود بتراقب النملة لتكون النملة حاملة شيء براقبها اخ اخواننا الامر اخطر من كل ما نقول خليها الى الله لماذا لا يدعم العرب العربة في فلسطين كما يدعم الغرب اوكرانيا قد يجيبون ان بيننا وبيننا اصدر اتفاقيات سلام شيخ تفهم قلنا نولا نصفهم ونحن قوم نلتزم ونفي بالعقود هكذا علمنا ديننا يا ايه الذين امن اوفوا بالعقود الله هيك لجمتوني اما هذه ففي النفس منها اشياء لا شيئا واحدا فقط وحديثها يطول احكا انو احنا نوفي بالعقود طب مع شعوبكم يا وان ونتزاوزها لنقول ان الموقعين والمطبعين والمسالمين قلة من الدول العربية والكثرة لم تنخرط بعد فاذا كان الاتفاق عائقا للقلة فلماذا يعيق الكثرة ها يعني في لسة عربان ما مطبعوش بس كلهم على الطريق سائرون هم هم سائرون كلهم ماشيين في طريق التطبيع ايه هل يلتزم العدو لكم اللي تلتزموا انتم له ولماذا هو لا يلتزم وانتم ملتزمون ليش قد يقال عنده السلاح الذري الذري يا شيخ الذري عندنا والذري عنده طب ليش ما عندكم السلاح الذري قلت مال قال لا الحمد لله بنوك اوروبا كلها شغالة بقريشاتنا يا شيخ فهم قلنا نانا فهم من زمان الحمد لله الرد من وجهين لماذا ليس عندكم وعندكم الاموال جبال بلا عائد ولا مردود وعندكم العلماء والجامعات مثل ما عند اسرائيل ومن ناحية اخرى جربناكم قبل ان تمتلك اسرائيل السلاح الذري فكنتم وهنا على وهن وضغسا على اباله واش هذا اللي هو مثل عربي معروف فلماذا كنتم على هذه الشاكلة ولماذا ما زلتم هل هو التقصير ام ان الامر اخطر بكثير من التقصير لماذا وانتم تكرهون الحرب لماذا لا تدعمون منهم مستعدون ان يذودوا الافاعي عنهم وعنكم وعن وطنهم ووطنكم العرب كله وعن الانسانية لماذا لا يدعم العرب فلسطين دقيقة التعلل بالسلام تعلل عليل هزيل ضئيل ذليل معلول مردول فابحثوا عن علة سوها تقنع شعوبكم ان كنتم ترون وتعتبرون شعوبكم امر اخر بعد كل هذا التهشيم والتدمير الحاصل في الاقصى يظل التزام بسلام الا يعني لكم هذا الرمز العظيم الاقصى شيئا مهما او شيئا ما على الاطلاق هل التزام لمن لم يلتزم ولا يلتزم وفاء ام خنوع بس عشان نفهم وقرآنكم يجيب عن صمتكم فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم اهو المخرج لو انت عوزين مخرج وقال لكم واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ونحن لا نخاف الخيانة ونتحسب لها وانما نعاينها ونعانيها كل ساعة وكل يوم شلون الجدار اكل اراضينا وبعدين يقول لك انا 250 متر بعد الجدار نو اقتراب هذه منطقة عازلة راحت فلسطين عجي راحت لانكم اتخذتم كتابكم ظهرية قرآن يعني ولا تنطلقون منه لم عاوزين لقوا حجة للسلام قال القرآن قال وانجنحوا للسلم ها يا عمو تقول يش بقى قلنا حلاوة انجنحوا هم اللي السلام العربي الاخير الذليل هذا انتم من جنحتم له فوقوا عنا هل نظل نتقلب على جمر التفرق والنكبات والهزائم والذل والاختراق والاستهانة والاستضعاف ونحن امة العزة والوحدة والتوحيد وامة النصر وامة المئة التي تغلب الفا مئة تغلب الفا فما لكم ونختم حديثنا بهذه الآية لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير افعلوا ما أمركم به ربكم وما تفرضه عليكم أخوتكم أنتم شعب واحد والأقصى همنا جميعا ومسجدنا جميعا مسر نبينا جميعا إخواننا أرجو أن أكون أثقلت أو أطلت دقيقتين زيادة تتحملونا إلى الملتقى بكم ودائما يتقبل الله الطاعات سيامكم متقبل إن شاء الله تعالى عيدكم بإذن الله نتكلم معكم بالعيد لكن من الآن إن شاء الله عيدكم سعيد وإن شاء الله يكون لنا فيه فرج قريب يا رب العالمين حياكم الله نستردعكم الله حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله موسيقى